موسيقى يا 300 ألف أهلا وسهلا أكرم توفيق حمدالله على السلامة بصراحة لعيب مهم جدا جدا حظه السيء إصابة الرباط الصليبي في مباراة مصر ونجاريا في مستهل مشوار المنتخف بطولة الأمم الأفريقية لكن لعيب وحش ما شاء الله عليه راجل عنده عزيمة وإصرار كبير جدا جدا رجع في وقت مش كتير بالمناسبة يعني ما يخدش وقت طويل جدا في الإصابة وده ناتج عن الإرادة القوية اللي عند اللاعب فعودته مهمة جدا أكرم النهاردة بيعلن أنه هو أصبح جاهز لمشاركة في التدريبات مع النادي الأهلي ومن ثم جاهزيته للمشاركة في المباراة هنا بقى السؤال أكرم ينزل التدريبات مع الفرقة إمتى؟ وهنا التفاصيل اللي أنا حضفها لحضراتكم أكرم بعد مطش الزمالك على أقصى تقدير أسبوع من دلوقت يكون موجود في تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي تماما تماما يعني يأما بعد مطش الزمالك مباشرة يأما النهاردة إيه؟ النهاردة الاتنين الاتنين اللي جاي بيك كتير يكون موجود في تدريبات النادي الأهلي طب هنا السؤال الثاني مدى إمكانية الإستعانة بأكرم توفيق في مباراة النادي الأهلي المتبقية هذا الموسم الإجابة في الجزئية دي تحديدا الإستعانة بأكرم ستترتب على مدى جهزيته البدنية والفنية اللي هيحددها مين؟ المدير الفني مستر سوارش المدير الفني للنادي الأهلي هو اللي هيحدد الكلام ده تبقى للحالة بتاعت اللاعب الفنية كمان تحديدا في التدريبات طيب توقعي أنا إيه؟ أنا بتوقع أن أكرم هيشارك في بعض المباريات المتبقية للنادي الأهلي مع نهاية هذا الموسم مش هيشارك بسرعة مش على طول طبيعي إصابة الروباط الصليب هنفعش ترجع فجأة كده في الملعب ما ينفعش آه تمام زي فل ما فيش أي مشكلة وسليم وكلام من ده بس لازم يكون فيه شكل تدريجي للعودة للمشاركة في المباريات طيب أسأل بقى